بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض القرس الفلاحي بس هيبقى فيديو مختلف شوية ليه؟ لأن أنا هعمل القرس ده بطريقتين على طريقتي وعلى طريق حماتي أنا اللي هعمل الطريقة بتاعتي وحماتي هي اللي هتعمل الطريقة بتاعتها وأنا برضو هساعدها شوية تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهبتدي معاك وأنا ونشوف هنعمل إيه علشان أعمل قرس الفلاحي الطريقة أنا هحتاج حوالي 2 كيلو نص من الدقيق وإنت طبعا حسب الكمية اللي أنت عايزها أو اللي هتكفيك يعني وهتحط عليهم الاتنين كيلو نص دقيق أنا حط عليهم كوبايتين سمنة ونص كوباية زيت يعني كوباية كيلو دقيق عليه كوباية من السمنة على الزيت تمام؟ وعندنا اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا لبن للعجن أنا عندي لبن حليب وعندي لبن رايب أو لبن زبادي زي ما تحبي تمام؟ اللهم صلى على سيدنا محمد وشوية فانيليا وحوالي معلاتين ملح صغيرين وحوالي نص كوباية سكر على قطعة خميرة بيرة وطبعا إحنا حطين السكر على الخميرة علشان هنحط عليهم دلوقت شوية لبن هبتدي أنزل بشوية لبن علشان أختبر الخميرة أسيب كده الخميرة لما تشتغل معايا وتنشط هبقى أضيفها على العجين تمام لغاية كده يبقى أنا هجيب بقى دي ايه وحط عليه اللهم صلى على سيدنا محمد الملح ومش هحط الفانيليا دلوقتي علشان رحيتها ما تروحش هخليها لآخر هبقى أحطها العجين في الآخر هحطها كده في آخر شوية لبن هحطهم هدوفها الفانيليا وبعدين أحطهم على العجين تمام كده خلاص أنا حطيت الملح على الدي ايه هبتدي اللي أنا أنزل بالسمنة وعايز أقول لكم أنا هنا في طريقتي بحط السمنة بردة ما بقى دحاش يعني على النار ما بحطهاش سخنة أنا بحطها بردة على الدي ايه هحط بقى كمية السمنة على الزيت على الدي ايه وابتدي اللي أنا أفرج فيها كده بإيدي ده بقى حماتي بتحط هنا السمنة على الدي ايه بس السمنة عندها بتبقى سخنة الله من صلى على سيدنا محمد أضحاها كده على النار يبقى أنا حطيت السمنة على الدي ايه وابتدي اللي أنا أفرج فيهم بإيدي وده حماتي في نفس الوقت هي بتعمل ايه حط جابة الدي بس دي بقى عندها حطت بيكينج بودر وحطت ملح يبقى هي حطت بيكينج بودر وحطت ملح ودلوقت نزلت بالسمنة سخنة وابتدي تفرج فيهم هي دي حماتي على فكرة هي اللي بتفرج ايه في العجين بتاعها الحركة دي أنا بعملها وهي كمان في نفس الوقت بتعملها إن هي بتحط السمنة على دي وتفضل تفرج فيها كده بأيديها وأنا كمان عملت كده بس هي هنا الفرق اللي أنا حطيت السمنة على الزيت في الأول إنما هي هتحط الزيت كمان شوية هتشوفوه بس هي دلوقت حطت السمنة بس على الدقيق وبتبتد إن هي تفرج يبقى هي عجبة الدقيق بتاعها ويستمنة على فكرة نفسي مقدر يستمنة بتاعتي بس هي كانت مقللة برضو شوية عني لإنها هي بتحبهاش نعمة هي بتحب الحاجة كده قدامها بسيط ما تكونش يعني تقيلة كده قبناهما صلى على سيدنا محمد باية حطت البكينجي بودرع دي والملح وحطت نزلت عنهم باستمنة السحنة وقعدت تفرج فيهم هتفضل تفرج كده حوالي نص ساعة وانا برضو نفس الحكاية اعتبر انا مش بضحك عليكم زي ما انتم شايفين دي ايد حماتي هي اللي بتفرج اهي وان شاء الله بازن اللي عن قريب هصيرها على الكاميرا عشان كلكون تشوفوها هي على فكرة حابة ان هي تظهر نسيب بقى حماتي لما تفرج الدقيق بتاعها نوصل بقى لعجنة نشوف انا عملت في ايه اهو زي ما انتم شايفين لسه بفرج برضو برضو وبفرج زي ما حماتي بتعمل بس عندي هنا ملمس العينة ناعم شوية عن عندها هي مش مقترة سامنة كتير يعني ناقصة هي من المقدار خلاص انا فرقت هبتدي اللي انا احط بقى بوش السكر هنا مع الخميرة مع اللبن اللي انا حطته مع بعض وابتدي اللي انا انزل عليه على الدقيق انا بعمل كده عشان ان الخميرة مدابيتش اوي بفرجها في ايدي شوية السكر دول هحط عليهم لبن وهدوبهم وحطهم تاني انا بحط على بحب يعني ان انا حط على اي قرص آآ شوية سكر او اي مخبوزات عامة بيبقى عليها شوية سكر كده يعني بتبقى حلوة بترفعها كده تخليها حلوة بس انا بحب اقطر السكر شوية هبتدي بقى ان انا انزل باللبن الزبات الاول ونحتاجة بقى ان انا ايه ازود اللهم صلح على سيدنا محمد من اللبن الحليب هنا العجين هخد مني حوالي كيلو شوية من السويل هلمي بقى العجين ده كله هعجينه بس مش عايزين بقى عجين لت لأ انت يا دوب هتشرب كده هتلمي العجينة بس في ايديك ما تعجنهاش ما تلتهاش جامد لان ده مش فطير ولا هي عيش القرص ما بتحبش اللات الكتير يعني فيها ده تفرق فيها اه انا ما تلدتي بعد ما تحطي لا ملأ هاكنه على جنب واشوف حاماتي عملت ايه اهو رحت لقيت حاماتي لسه بتفرق فرقت معها شوية ده الطبق بتاحها وبعدين هي هتنزل بقى باللبن وابتدي اللي انا قلم العجينة بتاعتها هي على فكرة استعملت هنا اللبن الحليب بس ما استعملتش لبن رايب زي ما انا استعملت على فكرة انا باعرفك بس الطريقة البسيطة خالص لقرص الفلاحي الطريقة السهلة فهي انت ممكن تحشيها اي حاجة بس احنا عملناها كده سادة هي زي ما قلتلكم حطيت شغل استنى بس هتنزل دلوقتي بشوية زيت اهو شوية الزيت شوية صويرين مش كتير يعني حطت حوالي نص كباية صويرة خلاص هي هتبتدها هي بقت لم العجينة هي خلاص هي العجينة كده هتتلمى على كده مش هتعجل فهي كتير خلاص احنا بنلم العجينة وبعد كده بنغطى عليه ونسيبه كده حوالي نص ساعة لان احنا طبعا في الصيف لو في الشتاء بنحطه في مكان دافي ونسيبه فترة زيادة عن كده شوية خلاص العجينة هو بعد ما هيختمر بعد ما خلاص خط خمره كده يعني رفع شوية شايفين انا بوريكوا قد ايه هو ملمسه حلو وطري هبتدي بقى اللي انا اشكله كده يعني اقرصه كور كده صويرة بحسب بقى الحجم اللي انت عايزة وده الحجان اللي هحط فيها دي طبعا العجينة بتاعتي انا شايفين بوريكوا قد ايه هي طرية وحلوة بحب انا اشتغل قوي بالمعجنات بتبقى العجينة كده حلوة بتحت ايدي بتبقى ما شاء الله طرية كده وحلوة بحس بمتعة وانا بشتغل في المعجنات بجده تفرق كتير لو عملت انت الحاجات دي في البيت انا دلوقتي اختصار للوقت وكده لان انا كنت مستعجلة فمش هعمل كله قرص هعمل شوية اريش كده على السريع مابتاخدش منه الوقت هبتدي لانا اجيب قطعة كبيرة كده وعالطابلية بتاعتي او عالرخامة لو انت بتشتغل عالرخامة واتطويلها كده زي ما انا بعمل حسب الحجم اللي انت عايزة شكلي بقى زي ما انت عايزة اي شكل انت حبا اعملي بالقرص زي ما قلت لك حابة تحشي اي حاجة احشي ممكن تحشي جبنة ممكن تحشي اللهم صلى على سيدنا محمد عجوة تبقى حلو اول عجوة فيه وتجبنا برضو شايفين انا عملتها طويلة ازاي اختصار للوقت هتساويها والزباطها حلو بالسكينة بتاعتك وتبتدين انت تقطعيها زي ما قلتلك الكتعة زي ما انت حابة على فكرة تبينة صغيرة بتمسى عليكو بتمسى او بتصبح لازم تطلعلي كده في كل الفيديو على فكرة خلاص انا قطعت القرائش هبتدي اللي انا اشيلها ورصها في الصغر اللي هيدخل في الفرن على طول مباشرة انا مردش اطول عليكو اكتر من كده وانا بقطع شايفين خلاص انا قطعت جزء اهو هكمل الباقي طبعا بص اي حجم انت حابة عايزة تعمليه صغير ماشي تمام انا عشان بس معلش عندي اطفال وكده وعايزة اخلص فانا عملته كبير ده بقى حاماتي وهي بتشكل في العجين بتاعها هي عملته كل قرس كده زي ما انتو شايفين عايزة تقولوله رأيكو القرس بتاعتي ولا بتاعت حاماتي هي اللي حلوة طبعا انتو مش هتشوفوا الطعم بس بين الشكل كده قلولي بتاعتي ولا بتاعت حاماتي لا تحدي بقى بيني وبين حاماتي هي خلو هي بتشكل الفلاص في القرس بتاعيتها وانا كمان بشكل في القرس بتاعتي لو حابين اعملكو تحديات كتير بين وبين حاماتي تقولولي في الكومنتات عايزة اقول لكم عليش بقى صوت كده النواردة لاني تعبانا شوية شكلي بقى اي اشكال انت عايزاها واحش اي حشوات انت عايزاها عمليها سادة مفيش مشكلة خالص خلاص انا طلحت خلاص اهول دي القرس بتاعتي ودي على فكرة اللي في الفرن دي قرس حاماتي هوريكم شكلها دلوقتي برضو لما تطلع من الفرن دي قرس حاماتي اهي ده بقى قرس حاماتي بعد ما طلعت من الفرن شايفين طبعا الشكل مختلف بينها وبين القرس بتاعتي بس هي طرية والقرس بتاعتي برضو طرية لما تحطيها وتغطي عليها بتترى اكتر من كده هي علشان لسه طلع من الفرن بشدة شوية بس اول ما تغطي عليها تحطيها على بعدها وتغطي عليها بتترى او لسو بتبقى حلوة دي قرس حاماتي اهي عايزاكوا تقولولي القرس بتاعتي ولا بتاعت حاماتي دي بقى قرس حاماتي كلها هي بعد ما خلصتها اهي يا رب تكون واضحة قدامكم هي القرس بتاعتها منتفخة شوية عن القرس بتاعتي او ابا يعني هي طبعا من القصة مقدار السمنة عن بتاعتي ما بتحبهاش نعمة هي بتاعتها طرية وحلوة بس كمان لما تغطي عليها وتسيبها اكتر من كده هتترى ان شاء الله بازن الله اكتر من كده ودي القرس بتاعتي برضو طرية وكده ولسه ما غطي عليها هتترى اكتر لو عايزين بقى تحديات كتير بيني وبين حاماتي قولولي في الكومنتات يلا ما تنسوش الاشتراك واللايك دمتم في رعاة الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته